اهلا وسهلا بكم شاب مرة تانية احنا في الفيديو الماضي شرحنا عن مجال الرؤية اللي احنا منشوفه في اللعبة تبعيتنا المشهد تبعنا وتحرحنا التحرك في اللعبة وكيف نتحرك بس فيه شغلة مهمة مهم جدا تكون انت منذكرها دائما العجلة اللي موجودة في الماوس هاي اداة مش اداة زوم يعني ما بنستخدمها عشان نقترب او نبتعد هي بتعمل اسكيل جديد تعمل تحجيم جديد للعالم مما بيؤدي الى ان تقل سرعة التحرك في العالم تبعك فممكن للدرجة اذا بظلت تستخدم العجلة في مرحم المراحل حليتوقف حركة الكاميرا اللي انت تستخدمها لتفرج على العالم تبعك الان في احنا عنا كامرتين الكاميرا اللي قاعدين منتحرك فيها منتفرج على العالم والكاميرا اللي بنستخدمها عشان نصور اللعبة اللي متبدأ اللعبة الان احنا في كاميرا التصميم كاميرا التصميم اذا بتستخدم كثير العجلة ممكن تصل لمرحلة يعلق معاك الحركة هي وبتتحرك ولكن للأسف يكون بتحرك بسرعة بطيئة جدا الى درجة انك انت ما رح تلاحظ هذا الموضوع واذا استخدمت العكس من الزوم ما هيصير الحركة كثير سريعة لدرجة هتصير تطلع توصل الافق وتضيع المدينة تبعيتك فهذا الاشي مهم جدا تنتبع عليه انك انت ما تستخدم العجلة اثناء شغلك هذه مهمة جدا المعلومة حاول تستخدم الحركة العادية اللي شرحناها بالفيديو الماضي بكل الادوات اللي شرحناها بس ما تستخدم العجلة طبعا العجلة مكويسة ولكن مش للمشاريع الصغيرة ممكن تكون له مشروع ضخم انت بتتحرك جواته بتحتاج للسرعة كبيرة تنتقل مكان لمكان وبتحتاج لحركة دقيقة جدا بطيئة جدا علشان تشوف جزء معين في مشهد معين في منطقة معينة تركز عليها بهاي الطريقة بتستخدم العجلة غير هيك ما في داعي لاستخدامها ممتاز الان نشرح الايقونات الموجودة عندنا هون اول ايقونة عندنا في دروب لست بتنزل عندنا الريال تايم الريال تايم طبعا تكبس كونترول والألت بش بعطيك تفاصيل اكثر هو كاتب لك في الشاشة كونترول بلاس ألت تضغط عليهم بشير شرح لك اكثر الريال تايم الان احنا ملحب نشتغل بنحط اشياء جو الخريطة في المكان هون بنحط اشياء في الملعب تبعنا او في الساحة او في الارض ممكن تحط مثلا نيران اشياء بتلمع ممكن تحط بخار غاز اشياء تتحرك بحركة حركة حركة تتحرك اثناء اللعبة فانت لما تضغط على الريال تايم بتخليها حتى تتحرك واللعبة لسه ما اشتغلت يعني بدون ما تضغط بلاه الاشياء هاي ما تزال تتحرك متسويش اي تأثير ولكن بتعطيك المجهدها اثناء ما انت بتصام لعبة هيك رح يكون شكلها اثناء تنفيق اللعب فبيعطيك المشهد للشغلة يعني مثلا شوف انت هون في لمعة تتحرك فهي شغالة ففي اشياء ممكن تكون بتطلع نيران فكلمة الريال تايم رح تخلي الريال تايم اللي هو الاشياء تشتغل حتى لو انت ما شغلت اللعبة فانت ما فيش داعي تلغي الريال تايم الان شو ستاتس هون بدك تورجي الحالة حالة الريال تايم او حالة اللعب تبعك فانت بتضغط عليها طبعا لسه ما رح يطلع اي اشي الان تحتاج تشغل اللي بعديها اللي هي شو اف بي اس اللي هي فريم بير سكند خلينا شوي نشرح عن الفريم بير سكند لانها جزء كبير من تصميم الالعاب انك تفهم ايش هي الفريم بير سكند في تصميم الالعاب او في تصميم الافلام في تصميم اي اشي بتحرك انت بتشوف عدة صور متتالية كم صورة متتالية بتظهر لك في الثانية كم فريم بير سكند كم غلاف شاشة بتظهر لك في الثانية بظهر لنا حاليا واحنا بنشتغل ستين صورة في كل ثانية كامل مدة بين كل صورة وصورة ستة عشر ميلي سكند بين كل فريم وفريم في ستة عشر ميلي سكند فانت الان عشان هذا الرقم مهم جدا نحافظ عليه انه يكون رقم عالي علشان تكون اللعبة واضحة من دون اي تعليقات اذا بصير الرقم منخفض بتصير تلاقي اللعبة بتقطع بتلاقي الكرة فجأة هون فجأة في الجهة الثانية فجأة بتلاقيها متحركت من هون هي الكرة بتتحرك بس بلاحقش الكمبيوتر يعرض الصور بين مكانها الاول ومكانها الثاني فانت بدك كل ثانية يعرض لك ستين صورة حتى توصل للمكان اللي هي وصلت عليه فبتظل الصورة متحركة بدون اي مشاكل فهي الفريم بير سكند كم صورة بتنعرض خلال الثانية الواحدة طب كم المد الزمنية بين كل صورة وصورة ستة عشر ملي سكند بين كل فريم وفريم هذه فكرة الاف بي اس ومهم جدا راح نشتغل عليها في الكورس هذا ان شاء الله ونشرح اكثر عنها هذا بالنسبة الاف بي اس شو تول بار التول بار اللي هي هذي ادوات اللي فوق انت الان تكبس على شو تول بار هي اصلا شغالة اذا طفلتها بتختفل اشياء يعني انت الان بدك تحرك هاي الشغلة في عندك كبسات اذا حافظ انت الاختصارات تقدر تغير بس انا بفضلت خليها موجودة عشان تتفرج يعني تتكبس عليهم من هون بدل ما انت تعرف انه هاي حرف الوضع الوضع الاسم وهاي الاسم يعني تختصر على حالك قوة تتكبس صحيح بس تضيعها موجودة بالذات في الوقت الحالي الستات نستات هاي اشي ادفنس كتير علينا احنا ما رح ندخل فيها هاي بتدخل في تفاصيل تطوير اللعبة بتستخدموها غالبا المصممين المحترفين في تطوير العبهم يعني إذا من شغل اشياء ثانية دقيقة بتلاقي في تفاصيل كثير تيجي هي لتطوير اللعبة على مستوى تطوير اللعبة على مستوى المعالجات والرامات وكروت الشاشة فانت الموضوع هون دخل في الاشياء التقنية اكثر من انك في تصميم اللعبة فهذا خارج طبعا الدورة تبعيتنا بس كويس انك تعرف انه هاي الاشياء موجودة غالبا الاستخدام الشركات مش لاستخدام الافراد تمام الان بعد ما خلصنا نشوف الفيلد وفيفيو كم مجال الرؤية تبعنا مجال الرؤية تبعنا حاليا تسعين درجة جاي بزاوية تسعين حاليا هون طب تعالوا نكبر الان صارت كأنها صورة بانوراما صارنا نشوف مجال اكبر من المشهد صار المشهد اكبر واعرض احنا بنجبر قاعدين حاليا الكاميرا انها تعرض لنا مجال اوسع واكبر بس احنا نرجع للمجال طبعا اذا نقدر احنا كمان نقلل عن التسعين نقدر نقلل ونرجعه خلينا نحافظ عليه بقيمة التسعين الدرجة الافتراضية اللي جاي مع البرنامج ونشوف المشهد ممتاز جدا الفار فيو بلان الفار فيو بلان الان احنا ما نحتاجه الان ولكن هذا الفكرة من هاي الايقونة او من هاي الخانة الان انت بكون حين عندك عالم كبير وكارت الشاشة الموجود في الكمبيوتر تبعك بيعرض كل المواد الموجودة في هذا العالم بس احنا ما بنفع يكون عندك عالم كبير شجر بوحوش بذهب بمي بحيكون فيه ملايين الاشياء الموجودة في العالم واحنا ما بناسبنا كلها يتم معالجتها على كارت الشاشة في كل ثانية لانه هيضعف عنا الاداء فايش من سوي ممكن اصلا يتوقف المشروع كله يتوقف لكم اللعبة عندك خلينا نحط مثلا هاي على نقول الفين الان اختفى العالم بصير كل ما قربت منه بصير يظهر كل ما بعدت بصير يختفي برجع لورا الاشياء بتختفي بقرب عليها بتضوي انت احيانا بتلعب لعبة على الكمبيوتر بتلاقي الاشياء بس تقرب بلش تظهر السبب من هاد الشيء انك انت ما بدك انه الكمبيوتر يعلق اثناء ما انت بتلعب او بلاستيشن بدنا الاشياء بظلها شغالة بدون ما يفصل معك النظام وتخرب اللعبة او تطفي او يصير عندك اي مشاكل فبتلاقي انت الجندي تبعك في هاي المنطقة كل ما مشي لك الدام صار يطلع الاشياء طبعا مش بهذه الدرجة بتكون بتعطي مساحة اكبر ولكن هذه هي الفكرة العامة في موضوع انك تظهر الاشياء حسب بعدها عنك خلنا نحط صفر نرجع كل اشي زي ما كان طبعا احنا حنشتغل على الصفر علشان نشوف كل الاشياء يلي حوالينا هذه بالنسبة لفار فيو بلان سكريم برسنتج هاي مدى الوضوح بتصير تغبش الصورة وتوضح احنا بدنا نخليها دائما على مية بس مجرد وضوح هاي اشياء احنا مش مش تلحجينها اصلا مش هنستخدمها في هذا الكورس مش هنضطر نستخدمها خلينا نهدخل على زاوية النظر او وجهة النظر او كيفية النظر كيف الواحد بنظر للشغلة لما يحكي كيف موجهة نظرك الشغلة فانت كانت تحكي له كيف تبعك النظر العامة تبعيتك فالان في عنا احنا الان ننظر على الاشي اللي حوالينا في العالم بطريقة عادية زي ما بتطلع بعينينا طب انا بدي اخذ نظرة من السماء نظرة علوية ولكن بدي يظهر لي اشياء مختلفة نضغط تب اظهر لي الان الكورة هون السنديق هون هتطللي تفاصيل مختلفة الان الكاميرا هون هتطللي التفاصيل بشكل مختلف احنا بنستخدم هاي الشغلات علشان نعرف كيف نطور من لعبتنا ممكن نحرك الاشياء من مكانها لان انا ممكن احرك الاشياء من مكانه عادي ولما ارجع على الفيو العادي بلقاها تغير مكانها صارت جنبي فهي هو الفكرة انك انت بتاخد نظرة اكبر على مساحة العمل تبعيتك او مساحة اللعبة تبعيتك وبتقدر تطور فيها افضل ممكن تحتاجها وممكن ما تحتاجها باعتمد عليك شو بتحب كيف تشتغل شغلك نكمل الان هاي من التوب شايفين من السماء الان من تحت نشوفها نفس المشهد بس اجانا من تحت الان تشغلة بات الاشياء بدأ من فوق من صارت من تحت لما نطلع من اليسار لما نطلع من اليمين لان احنا نتفرج من كل الزوايا بشكل مخطط ويرفرام بشكل ويرفرام نرجع على البرسبكتف هذا المشهد العادي لان لو بنا ندخل على اللي بعديها في عنا لت اللي هو المشهد الطبيعي اللي بيظهر الانارة والاشياء الموجودة في العالم الاكتورز والجيم اوبجيكت وبظهر الظلال وبظهر الحركة وبظهر كل شيء في هذا الايكون اللي هي اسمها لت لو حكينا اللت اختفت كثير من الانارة واختفت الاشياء وصارت الاشياء كأنها لون واحد صارت كأنها قطعة واحدة يعني بتحسيش انها أصلا كنا نخانت هاي أجسام وحنا عاقينها أجسام بس صارت كأنها لون واحد عفواً كأنها قطعة واحدة هي لأنها بلون واحد فصارت الاشياء اختفت الظلال بطل فيه ظل كان فيه ظل هون اختفت كل الظلال هاي بس مجرد انك تنخل نظرة سريعة ممكن تستخدمها أثناء شغلك تستخدمها عشان تخفي الظلال اذا فيه اشي مختفي تحت الظل تطور من اللابة فانت بتسهل على حالك لما تحط على الانلت الواير فريم اللي قبل شي كنا نشغلينها بس كنا هالمرة بنشغلها على البرسبكتف راح تشوف العالم كله بمشهد غريب راح تشوف من فوق شوف العالم كيف من كل مكان بتعرف ام تحدود هذا العالم بتشوف المجسمات كاسلاك بسموها واير فريم كاسلاك فبتعرف ام تحدود هذا العالم وكيف حركت جواته او كيف تكسيمته بتقرس تطلع من فوق تاخذ نظرات من الزوايا طبعا العالم هذا بجتمر يعني يضلك ماشي ما بخلص طالما انت بتبني في العالم طالما بكمل فهذه الفكرة الوير فريم لو اخذنا الديتيل لايتنينج الان طلع لي على الكورة طلع لي على هذا دول فيهم انعكاسات في انعكاس الان اختفت كل اشيه صارت بلون واحد كل المجسمات صارت بنفس اللون بس احنا بنتفرج الان على التأثير الضوء اختفت الانعكاسات فصرنا نشوف الاشياء بظلالها بدون اي انعكاسات تمام نرجع نكمل هذا المود غريب جدا يعني اذا بدك تشوف كيف الاشياء بتنعكس يعني هذا الاشي واشي بيشوف وراه فبشوف الانعكاسات هذا كل الانعكاسات بتبين جواته غريب بس يعني اكيد فيه ناس بتحتاجه بلاير كوليجين هذا البلاير كوليجين مهم جدا نفهمه ايش الفكرة منه الاشياء اللونها اخضر فاتح زي ما انت شايف هاي الاشياء اللي اذا استضمت فيها تحتاج خواص فيزيائية يعني بتوقع تتحرك من مكانها فيها جاذبية عرضية الاشياء الثاني اللون الثاني هاي اشياء ثابتة وهي مبنية اصلا وموجودة بتشوفها بس ايش ما بتتحرك من مكانها اللون الزهري اللي انت شايفه هاي مجسمات موجودة يعني موجودة بس انت ما الها لون ولا شكل ولا بتدري عنها الا لما توصلت وخبط فيها يعني انا حاولت اوقع تحت رح اخبط بالحيط هاد الحيط في الحقيقة انت ما بتشوفه بس هو موجود موجودة في اللعبة بس وهم بس ما له لون ولا نوع ولا حجر ولا شكل وزي هاي مثلا احنا حاطين هما في اللعبة هون المستطيل هات او مش عارشوا نسميه المستطيل هاو العمود النايم ولا البيم حاطينه تحت عشان انت ما تدخلت كرة وتعلق الان لو حولنا المشهد للت وجينا من تحت شايفين هاي حدوده احنا شايفين فيه له حدود بس فتطلع مش موجود هو فعليا مختفي شفاف فما نقدر نشوفه هي كل الفكرة منه انه يكون موجود عشان ما تدخل الكرة وتعلق تحت فبيخبط تقطو كرة وترجى تطلق بكل اريحية فهاي فكرة البيع 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 الان هي الاشياء التي نشوفها ونخبط فيها الاشياء التي نشوفها وبنخبط فيها طبعا ما رح ندخل هاون و هون بلشنا ندخل تفاصيل كثير دقيقة مش رح ندخل فيها كثير متقدم الموضوع ما بدنا احنا اصلا مش هنحتاج اغلب كل شغلنا سنكون في اللت يعني نادر جدا ما نشغل اي مود تاني اي فيو مود ما اتوقع انه هنشغلها طول ما احنا بنشتغل غالبا هيكون شغلنا في الليت الان بالنسبة للشو كمان بالنسبة للشو فيه اشياء انت بتشغلها بدك يتظهر في العالم واشياء ما بدك يتظهر عادي بتطفي اشياء وبتشغل اشياء خلي كل اشي زي ما هو زي ما اجي اصلا مع البرنامج وما تغلب حالك ما فيش اي اشي بيأثر عليك يعني قلنطلع هون مثلا الان انت شايف فيه هون مخطط على الارض فيه تخطيط هذا اللي هو الصفر تبع العالم الارض صفر لما تكون القيمة هون الصفر بيكون هذا الصفر فيعني لو اجينا احنا واخدنا شو واجينا وان لقرد اطفينا لقرد اختفى فانت بتظهر وبتخفي الاشياء الموجودة في هذا العالم فهاي الفكرة الشو اظهر واخفي اشياء معينة احنا مش محتاجين ندرس كل هاد حيكون كثير بضيع وقت وعلى اغلب ما رح تستخدمها ويمكن اصلا تصمم كثير العاب وما تستخدم تسعين في المية منها فما فيش داعي نشرحها بس انت امر عليها طبعا في اشياء ما رح تلاحظها فبس يعني مثلا هاي الملاحظة بكل بساطة دقة الحواف رح تكون طلع لي هون على الزاوية هاي شو طلع لي هون هتغير زبطت صارت افضل انعم فانت ممكن تمر عليهم بس يعني بجميع الاحوال انت مش بحاجة لهم فهو هذا الفيديو وان شاء الله يكونوا كويس والفيديو ان شاء الله هنشرح التفاصيل اللي هون وبالتوفيق يا رب موسيقى 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 موسيقى